فرحة الاهل الكبيرة لما كل الناس كانت بتتكلم عليها هو ليه؟ إيه السر وراء تفوق الاهل؟ ليه الاهل عامل كده؟ هو لو أي فريق راح جاب مدرب من أفريقيا لأول مرة في أول تجربة كانت الناس سكتت عليه؟ أنتوا فاكرين في بعض الفترات في الموسم لما النتائج أو الأداء بحكم ضغط المباريات وحكم الإجهاد وحكم مشاكل كتيرة جدا كان بيعنيها الفريق زي أي فريق يقدر يتحط تحت الضغط فيحصل له ده وقتها كانت بدأت الناس بدأت تجاهز سكاكنها على القرار ومتخذ القرار ومجلس إدارة النادي اللي جاب بيتسو مسماني لكن دلوقتي لما ينجح بيتسو مسماني بكل هذه الكفاءة وهذه الجدارة والكل يبصم له بالعشرة هناك بعض العقلاء اللي بيشوروا على صاحب القرار اللي تحمل هذا القرار واللي سعى وراء إنه الأهلي حتى لما رينيف فيلر المدرب السويسري الناجح يمشي بالطريقة اللي مشي بيها بسبب كورونا والظروف الأسرية النادي الأهلي قال له شكرا بس قبل ما فيلر يركب الطيارة كان المدرب البديل جاي الناس اندهشت واستغربت بس ده كان القرار المدروس من مجلس الإدارة ولجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب في سياق التأهل المستحق واحتفال الأهلي ببلوغ المباراة النهائية تحدث البعض عن دور إدارة النادي الأهلي ووجود الكابتن محمود الخطيب أعتقد لما يكون الرأي من الإعلامي أو المحلل الرياضي العربي عزيز بنيج في القناة النقلة عن تأثير وجود محمود الخطيب في منظومة الكرة في الأهلي نشوفه صحيح أن اللاعبين بيلعبون في فوزون لكن من خلفهم؟ من يدعمهم؟ إدارة كبيرة رئيس يفهم في كرة كان لعب كمسطورة لاعب ما يضحكش عنه أي مدرب يعرف يختار المدرب يعرف يختار الناس اللي تشتغل حوله يعرف يناقش يعرف يحاسب المدرب طبعا مع الناس اللي موجودين يعرف يختار اللاعبين الأجانب يعرف يختار اللاعبين محليين هذا هو المهم عندما يأتي مدرب ويجد أن الفريق مهيكل ما فيش مجال للعب ما فيش مجال للعب ما يعملش كما هو يريد إذيح هذا ما يريحش هذا يلعب كما يريد هناك منظومة لازم يحترمها وهذا هو المهم ده رأيي الكابتن عزيز بن يج إنه لما يكون المدرب أو اللاعب شايف مين اللي بيناقش ومين اللي بيحاسبه ومين اللي بيتابعه ومين اللي في حجم قيمة نجم كروي أسطوري بحجم الكابتن محمود الخطيب لا المسألة اللي هي اعتبرها نضيف على ناحية الفنية دي الجزئية الكارزمية في القيادة لأنه لما الكابتن الخطيب يتحمل كل ظروفه وكل متعبه وكل صحته ويسافر وراء الفريق في كل المهم الصعبة ما في مباراة صعبة الناس قلقت منها اللي هلال السوداني سانداونز ما عرفش ترجي كل المنعطفات الصعبة جدا في البطولة اللي واخد المسألة على عاتقه ومركز مع اللعيبة وموجود مع البعثة في كل خطوة كان الكابتن محمود الخطيب عشان كده لما تكون الشهادة لجمهور الأهلي أنه من حقه أن يفخر أنه عنده رئيس ونجم بقيمة الكابتن محمود الخطيب لما تصدر هذه الشهادة وهذا الاعتراف وهذا التقدير من نجم زمالكاوي كبير زي أحمد حسان ميدو أعتقد مهم نسمعه جمهور الأهلي لازم يفخر بالكابتن محمود الخطيب أنه أختار مسماني ليه؟ لأن محدش يقول لي أن الوقت اللي كابتن محمود الخطيب اختار فيه مسماني ما كانش مخاطرة لا مخاطرة ولكن كابتن محمود الخطيب هو مجلس إدارة الأهلي كسب المقامرة دي بتاعين مسماني لأن مسماني راجل فيه ثلاث مزايا ثلاث أضلاع اللي تنجح أي مدر أول حاجة أنه هو راجل عنده تاكتيك الأورنس أو عنده وعي تاكتيكي كبير جدا في إدارته للمباريات نمرة اتنين المانتومان منجمان يعني المانتومان منجمان أنه راجل بيعرف يتعامل مع اللعيبة برا الملعب بشكل كويس الضلع الثالث وهو ضلع التعامل مع الإعلام إزاي يتعامل مع الإعلام بشكل جيد وباحترام طبعا وده مهم جدا عشان تكسب الناس حواليك ولكن الأهم من كده إزاي أنت تستغل الإعلام إنه هو يكون سلاح معاك مش عليك فالنهاردة الأهلي عنده مدرب في كل المزايا في كل المزايا إنه هو يبقى واحد من أفضل المدربين اللي جم في تاريخ في تاريخ في تاريخ الأهلي فتحية للمسيماني تحية السيد عبد الحفيز وقبلهم تحية لكابتن محمود الخطيب وتحية لكابتن أحمد حسان ميدو على موضعيته على اعترافاته وتأديره لصاحب الإنجاز أو كل من يقف وراء هذا الإنجاز لأن الحقيقة الناس مع أي نتيجة والكرة مستديرة يعني مباراة تيجي مباراة تروح أحداث كتيرة بتتغير لكن خلينا نبقى مستقرين على أنه لما يحدث هذا التأدير للدور الإداري لأن الدور الإداري ده ثابت النهج الإداري ده ثابت الأمور الفنية بتختلف الخطة اللي أنت لعبت بها النهاردة ممكن تفشل بكرة اللعب اللي كان موفق النهاردة قد لا يوفق غدا دي كلها متغيرات لكن يظل النهج الإداري ومنظومة العمل وفكر الإدارة دي كلها ثابت مهمة علينا أن نحن نحافظ عليها لكن بصوا الكرة الشراب الكرة الشراب تهدي أعظم الناس أرفع المناصب ده الرأي اللي قاله المحاور الكبير الأستاذ مفيد فوزي هل تعلم أن أنا حضرت ماتش الأهلي والترجي في حديقة النادي الأهلي أعلم ليه وهو ده بقى الرسالة المهمة أدرك أن الأهلي نادي عريق أدرك أن صديقي محمود الخطيب المهزب المحترم الدمس طول عمره فعلا هذه هي سماته الشخصية وبعدين نمر عشرة اللاعب اللي بيجري بيبه ده عاش وسكن وجدان الناس مش غريب اللي عاش وسكن وجدان الناس مفيد فوزي ما يعملش مع حوار ما يعملش مع حلقة مخصوص ده الخطيب كانت غلقة نعم لما مضت الأيام وعرفت أنه وعرفت أنه الخطيب أصبح رئيس لنادي الأهلي أدركت كم تقدم الكرة الشراب أعظم الناس لأرفع المناصب طيب الأستاذ مفيد فوزي بيقولك كانت غلطة مني أن أنا ما عملتش حوار مع كابتن محمود الخطيب لكن بصوا عنده هذا التأدير إزاي الإعلامية الكبيرة في ريال صالح في التلفزيون المصري ما فاتهاش اللي فات الأستاذ مفيد فوزي ومن وقت ما كابتن الخطيب كان بيلعب حرصت في ريال صالح في برنامجها التلفزيوني في التلفزيون المصري أن تعمل حوار موسع مع كابتن محمود الخطيب أهم ما استوقفنا فيه بالمناسبة دلوقتي هو لما النادي الأهلي يعطي أو الكرة الشراب زي ما الأستاذ مفيد فوزي قال تعطي أعظم الناس موهبة أعظم المناصب وليس أعظم في الرياضة المصرية من اعتلاء كرسي رئاسة النادي الأهلي بهذه القيمة والشعبية والجماهيرية والتأثير وحاجات كتيرة أو تخلي رئيس النادي الأهلي حاجة مهمة جدا في الرياضة المصرية لكن بهذه الكيفية تسأل الأستاذة في ريال صالح الكابتن محمود الخطيب وانت أضفت إيه للنادي الأهلي خدوا بالك الخطيب بقى الأسطوري أضف للنادي الأهلي أنه أصبح الهداف التاريخي لبطولات أفريقيا أو بطولات الأندية الأفريقية 37 هدف فضل رقم قياسي ثابت لسنوات طويلة حتى بعد عقديا تقريبا من اعتزال الكابتن محمود الخطيب خطيب اللي ادى النادي الأهلي كتير جدا هو شايف أنه مدلوش اللي حاجة واحدة بس صغيرة نفكركم بالحوار المهم ده ده وماذا أضاف خطيب بقى للأهلي سأضيف لنادي الأهلي يعني طبعا يمكن بسيب الأمر للجماهير ولكن لو أنا فعلا أضافت لنادي الأهلي فأنا أضافت لنادي الأهلي عدو عمل في يعني زودت لنادي أهلي عدو عمل حيث أنا عاوز أقول تعليق قبل ما يكون سؤال الخطيب وهو برد على سؤالك مدام فريال الأهلي ادعيه للخطيب فكلنا مجمعين على أن الأهلي بيجمهيروا العريضة ادوا للخطيب اسمه وكل شيء الشق التاني من السؤال اللي هو بقى بتواضعه رفض أنه يجيبه بالشكل العلمي برضو لازم نسجل أن الخطيب أضاف لناديه الحبيب جماهرية وشعبية الناس اللي حبت الخطيب في أجيال ما كانتش لسه مرتبطة بالأهلي مرتبطة بالأهلي عشان الخطيب أيضا الخطيب شارك فيه إضافة بطولات عديدة للنادي الأهلي فبس ده تصحيح كان لابد منه شكرا 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 طيب ده رأيي كابتن محمود الخطيب أنه كل اللي ادى للنادي الأهلي أنه زود وضوياته العاملة رقم عضو طبعا الكل يعلم قد كابتن محمود الخطيب ادى النادي الأهلي هو كل النجوم اللي ساهمه في إنجازات النادي الأهلي لأنه كرة الخدم لعبة جماعية خطيب أجاد وأمتع وأبدع لأنه معاه كمان فرقة متكاملة ومعاه مدرب ومعاه إدارة فلو سألتوه هيكون نفس الكلام أنا جزء من ترسو صغير في آلة كبيرة جدا اسمها النادي الأهلي منتساجمة كلها مع أطرفها بس هي دي قيمة العطاء للنادي الأهلي وقيمة الإخلاص قيمة الصدق قيمة الانتماء قيمة نجوم بتدي وبعد سنوات طويلة تفضل الناس فكرة عطاءها بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر